تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي حيث تمكنت الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 478 قضية تموينية بمضبطات وصلت إلى 137 طن وفي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستلاء على السلع المدعومة تم ضبط 36 طن وفي مجالي عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي تم ضبط 97 طن أما في مجالي البيع بأزيد من السعر الرسمي لمواد البناء تم ضبط 25 طن أسمنت وفي مجالي قضايا المخابز تم ضبط 713 قضية من بينها 199 قضية خبز ناقص الوزن و190 قضية خبز غير مطابق المواصفات وفي مجالي ضبط قضايا التهريب خارج منظومة توريد أرز الشعير تم ضبط 14 قضية بمضبطات بلغت قرابة 65 طن ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر